الاول لما عرف اخر موقف لنادي الزمالك من مهيب طيب تعليق بس على قصة التحكيم يا كريم ان برضو ابتعد الضغوط عن حكامنا برضو حكامنا بيغلطوا بدليل ايه بدليل ان فيه اندية اخرى زي سيراميكا زي بلدية المحلة زي اسوان قبل كده برضو حكم يعني مطشطها بتشهد اخطاء تشهد ان المطشط اللي قالوا الزمالك ممكن تتفاهم الضغوط البالق بس اختلف معاك ان كل الاندية دي برضو بتمارس ضغوط معينة انو النادي اللي هيهبط والنادي اللي هيسعد والنادي اللي بيعرف يكلم رئيس ناجة المسابعات والنادي اللي بيعرف يكلم رئيس الشعارات بس جي اهل والزمالك انا اصد ان مش الضغوط الكاملة هي السبب احيانا بيبقى فيه منظومة بنحتاج ان احنا نطور حكامنا فيه مش الضغوط بالنسبة للجلسة تفاصيل الجلسة اللي كانت بين نادي الزمالك ورئيس سيرت لاندية بالزبت كده النائب احمد بياب الجلسة بدأت باعتذار من جانب رئيس رابطة الأندية لنادي الزمالك بناء على تصريحات أستاذ سروة سويلم اللي كانت أو أثار الجدل كبير داخل الرابطة ويمكن حصل مناوشات ما بينهم ومنعوا أي حد يدخل مرة أخرى قبل يوم الثلاثة تمام؟ فمبدئيا الجلسة بدأت باعتذار والاعتذار كان مقبول من نادي الزمالك لأن نادي الزمالك كان بيتجه أنه يقدم مذكرة في أستاذ سروة سويلم ولكن الاعتذار تم قبوله بعد كده الرابطة عرضت حل رحيل أستاذ عامر حسين ولكن بعد خوض مباراة القمة رئيس لجلة المسابعات رئيس نادي الزمالك كابتن حسين اللي بيبقى لنصا على الحل ده مش الرحيل أو مش الشخص ده أو مش رحيل أستاذ عامر حسين هو اللي هيفرق معايا اللي هيفرق معايا تكافؤ الفرص من الآخر الزمالك طلب طلب بكل وضوح طلب أن الأهلي يخوض مباراتين عشان يبقى عشرين مباراة بالتساوي مع الزمالك وبعد كده نخوض مبارات القمة الرابطة شافت أن الحل ده غير منطقي وبالتالي كان فيه يعني شبه عدم ليه الزمالك ليه الزمالك استنى أربع شهور بعد إعلام مواجلات الدور الأول ومباراة الدور الثاني عشان يعترض على هذا الأمر أربع شهور يعني شهر فبراير لجنة المسابعات أعلنت شهر ستة الزمالك بيعترض ببساطة الأحداث أحداث مبارات المصر يا كريم هي خلت أعرف لما يكون عندك فيه ضغوطات كبيرة جواك ويحصل حاجة تخليك بقى تنفجر هو ده اللي حصل بالظبط يعني الزمالك عنده مخاطبات قبل كده كانت غير معلنة يعني تواصل ما بين كابتن حسين لبيب والنائب أحمد دياب قبل كده كابتن حسين لبيب كان بيبدأ اعتراضه على نظام المسابعة ولكن كانت غير معلنة تبا انت رأيك ده صحة ولا غلط؟ لا غلط طبعا نعم نوعا أنا هشلك حاجة هستخدمها في الوقت اللي أنا عايشة احنا في حياتنا الصخصية ما بنحبش يبقى فيه يعني ما بنشلش يعني لو أنت في حاجة جواك فط فط بيها على طول